السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم في ستورينو في هذا الفيديو ان شاء الله هنوريكم كيف يجب انكم تضيفوا او تفعلوا خاصية الابسيل في المتجر تلكم على منصات ستورينو. هذه الخاصية هذه كتمكنكم من انكم تبيعوا منتجات اكتر من نفس الفئة وكتساعدكم في انكم تحققوا مبيعات اكتر في المتجر تلكم على منصات ستورينو. اذا بعد ما كنتخل الحساب لكم كتمشيوا الخانة تسويق ثم كتمشيوا الخانة الابسيل وكتضغطوا على بيع جديد. ثم قد بنعدكم هات الصفحة هذي اللي قد طلب منكم انكم تملؤوا المعلومات الخاصة بهذا الابسيل كيف ما كتشوفوا اول خطواتين هما الاسم وكذلك العنوان لهذا الابسيل. هاد الاسم والعنوان هما حاجتين مختلفين اه تماما كذلك الاسم كي بنعدنا فقط في لوحة تحكم الخاصة بنا وما يمكنش العميل لانه يشوفوا بينما العنوان ديل هاد الابسيل هو اللي كيتمكن العميل من انه يشوفوا في المتجر للنا او اللي في الصفحة ديل المنتج النا. اذا كان نضيفوا الاسم ديال الابسيل. خذلك كان نضيفوا اه العنوان ديال ها الابسيل هذي كان اكتبوا اه الميساج او للجملة اللي بغينا ان العميل انا تباني عندو في المتجر ديلما. اه كذليت اه هاه الوصف اه طبعا خطوة اختيارية. و ليست ضروري انهم تقوموا بالاضافة ديلها ولكن الى كانتكم شي وصف اه يبغيتوا انكم تضيفوه يكفي انكم فقط تكتبو هاد الوصف هالده اه وغادي يبقى عندنا اه في الصفحة ديال الطلبية اولا في الصفحة ديال المنتج. هنا طبعا كان نختاروا المنتج اللي احنا يبغينا نطبقه عليه هاد الابسل هادي. في هاد الحالة هنختار هاد مكبير الصوت. ونضغط على اه اهنا كيفما كتشوفو كان عندنا المجموعات وكذلك الخصم. عدنا فيديو هاد سابقة كي شرحوا كيفاش انكم تقدروا تضيفوه المجموعات وكذلك الخصم على المتجر للكم العالمين صائق في انكم تفرجوا في هاد الفيديو هاد باش تفهمو كيفاش تقدروا تضيفوه هاد الخاصيتين للمتجر للكم. طبعا هادو فقط خطوات اختيارية وماشي ضروري من انكم تضيفوه مجموعات او كذلك خصم لهاد الابسل هادي. اه في الحالة ديالي انا كنتوفر على واحد الخصم غاد نقوم بالاختيار دياله. ثم اخر خطوة هي المنتجات بداية الصلة. نتطلع اضافة منتج. ونختاروا المنتجات اللي هما عندهم صلة مع المنتج اللي اخنا يطبقنا عليه الابسل فهذا الحالة غنختار هاد السماعة هادي ونضغط على ثم نضغط على تأكيد. كيف ما كتشوفوه تم الانشاء ديال هاد الابسل بنجاح ويمكن لنا ان نلقوها في الخانة ديال الابسلز هناك كيف ما كتشوفوه مع جميع المعلومات اللي متعلقين اه بهاد الابسل هادي. واذا مشينا للمتجر لنا. كيف ما كتشوفو هندخل هاد المنتج اللي احنا يطبقنا عليه الابسل. واذا هبطنا لتحت كيف ما كتشوفو كيف نعدنا المنتجات ذات الصلة. اللي احنا يا اختارينا اننا نضيفوها الابسل الخاصة بهاد المنتج الاصلي. اه كذلك عندنا واحد اه الخاصية اخرى اللي يمكن لكم ان كم تستفدوا منها. واللي هي طبعا اضافة هاد اه الصفحة ديال الابسل لما الصفحة ما بعد التفع. يمكن لنا اننا نبينو الابسل في هاد الصفحة هادي. اللي كتجي طبعا من صفحة اه اللي كتجي من بعد الصفحة ديال تأكيد الطلبية. اه اول حاجة كنمشي وكنفعلو اه هاد الخاصية هادي في الخانة ديال الاعدادات. ثم صفحة اتمام الطلبية. وكنجيه للسلة. كنجيه بعد صفحة الدفع كيف ما كتشوفو هنا في الاسفل الشاشة. وكنضغطو على اظهار الصفحة الابسل. ثم كنضغطو على تأكيد. وغد يتم تحديث ديال المعلومات بنجاح. ثم كنرجعو لخانة تسويق خانة الابسل وكنجيه للتحرير سريع. هناك نديرو اعدادات الابسل. كيف ما كتشوفو الاعدادات الابسل بعد صفحة اتمام الطلبية. هذه واحد اه الخاصية اخرى اللي زعما متفرعة من اه خاصية الابسل. هناها طبعا خاصة فقط بصفحة اتمام اه اللي بصفحة اتمام الطلبية. يكفي انكم تضيفوا طبعا العنوان الجديد اللي او اللي غديبا اه العملاء ديالكم من بعد اه صفحة اتمام الطلبية. اه اذا هنقوموا باضافة اه العنوان. ثم طبعا الوصف اللي هو اختياري. هناك كاينين عندنا ثلاثة ديال اه الازرار اللي غديبانوا في الصفحة اللي بعد اتمام الطلبية. كاين اولا اه زر الاضافة. غدين نقوموا باضافة اه هاد الاسم اللي بغيناه يبان في الزير ديال اضافة المنتج اللي احنا يا غدين ربطوه مع الابسل. كذلك عندنا زر التخطي اه في حالة ما كان العميل للكم ما بغيش يستفد من ديك الابسل. وكذلك عندنا اه زر ديال تخطي الكل في حالة ما كانش اه مهتم باي منتج من المنتجات اللي قمتوا بالاضافة لها. لان زر التخطي يعني فقط اه اذا بغى اه يحيد واحد من المنتجات اللي كنتوا قمتوا بالاضافة لها. بينما زر تخطي الكل يعني بانه غير مهتم تماما بهديك الابسل او لا بهذاك العرض اللي انتو ما اه قدمته في ديك الابسل. اذا ونقوم باضافة الاسم لهذا زر تخطي الكل. هنا طبعا كين لدينا فقط اه عدة خانات فين ممكن لنا نختاره ما اذا بغينا العنوان ابان واذا بغينا كذلك الوصف اه ابان عدنا او كذلك ابان عدنا الابسل بعد صفحة اتمم الطلبية. ممكن لكم تحكموا اه في هاد الخانات هذي كيف ما بغيتو. ثم قد ضغطوا على تأكيد. اذا اه تم تحديث بنجاح. واذا بغينا اننا نشوفوا واش هاد اه الخاصية هذي تمت اضافة لها. يكفي اننا نضغطوا على اه اضافة هاد المنتج هاد من السلة ديلنا. ثم نملؤوا المعلومات الخاصة بنا. باش اننا نتأكدوا باللي راح تمت اه تحديث ديل هاد المعلومات. وباش نشوفوا واش الابسل اللي انا غادي تبعان في الصفحة ديل اه ما بعد اتمام الطلبية. اذا نملؤ فقط المعلومات. ثم قد ضغطوا على وكيف ما كتشوفوا هاد الصفحة اللي كتبان من بعد صفحة اتمام الطلبية. وفيها العنوان كيف ما كتشوفو هنا هي. وكذلك كان عدنا اه الوصف ديال اه الابسل اللي كنا قمنا بالاضافة ديله في المرحلة الاولى بعد ما كنا اه اضافنا الابسل. هنا طبعا كان يعدنا الازرار ديالنا اللي قمنا بالكتبة ديال الاسماء ديالهم. هنا كان عدنا زر ديال التخطيء اللي هو سكيب بالانجليزية. كذلك عدنا اهنا يا اد اللي ابغاء العميل لانه يقوم بالاضافة ديال هاد المنتج اه الطلبية دياله. كذلك عدنا زر ديال في حالة ما كان العميل لانه غير مهتم تماما بهاد الابسل هدي. اذا كان هدا فقط فيديو توضيحي حول خاصية الابسل. اذا كان عندكم شي تساؤل ما ترضدوش في انكم تسولوا في التعليقات وغنكونوا خارصين لاننا نجاب وقوموا في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم.